هذا هو جدول النادي الأهلي في دور يلو ومواجهات صعبة وهل سيصعد أم أنه سيبقى أو يهبط للدرجة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم فارس أو فارس أفشل مقطع جديد مقطع اليوم راح يكون حديثا عن جدول دور يلو وتوقعاتي للنادي الأهلي في دور يلو مبدئيا ورح يكون عندنا عدة مقاطع حول هذا الموضوع بإذن الواحد لحد وإذا لسه مشتركت في القناة فوق على يسار الشاشة طالع لكلام يضغط عليه والشرك خليه نوصل أكبر عدد من المشاركين اليوم ولا تنسى زر اللايك وتابعني عبر حساباتي الموجودة تحت في التعليقات في الوصف ورح يكون شاكر ومقدر لكم خلونا الآن نبدأ في مقطع اليوم ونبدأ حديثا عن النادي الأهلي في دور يلو إذا ما كنتم عارفين فرسميا اليوم تم الإعلان وبشكل رسمي عن جدول النادي الأهلي في دور يلو وتم إصدار جدول دور يلو بشكل كامل وأول معلومة لازم أعطيكم إياها بمناسبة استار جدول دور يلو فدور يلو رح ينطلق رسميا في تاريخ 22 أغسطس أي بعد 20 يوم من الآن ورح يكون الدوري ابتداء من يوم الثنين وأيضا مباراة الدوري بشكل عام رح تقام يوم الثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فالدوري رح يبدأ بعد ثلاثة أسابيع من الآن والأندي الآن يعني لازم تستعجل في تحضيراتها عشان تكون جاهزة للدوري طبعا النادي الأهلي أول مباراةه ما رح تكون يوم 22 أغسطس لا رح تكون يوم 24 أغسطس ورسميا رح تكون أمام مين أمام نادي القيصومة الصاعد حديثا فهذه هي أول مباراة النادي الأهلي في دوري يلو ورح تكون المباراة طبعا في ملعب النادي الأهلي وحسب الأخبار أنه دارة النادي الأهلي اختارت رسميا ملعب الجوهر على أن يكون هو ملعبها في بطولة دوري يلو هذا هي طبعا الجولة الأولى للنادي الأهلي الجولة الثانية رح تكون أمام نادي الأخدود ولكن خارج أرض النادي الأهلي أما عن الجولة الثالثة فالنادي الأهلي رح يعود من جديد لأرضه ورح يلعب أمام نادي الخلود الجولة الرابعة رح تكون أمام نادي العروبة خارج أرض النادي الأهلي الجولة الخامسة رح تكون مباراة نقدر نقول جميلة نوعا ما الأهلي ضد أحد في ملعب الجوهرة الجولة السادسة للأسف الكثير استغلوا هذا الموضوع للضحك والطقطق على الأمانة وهي مباراة الأهلي وجدة اللي رح تكون هي الديربي هذا الموسم لأول مرة عبر التاريخ لأنه احنا تعودنا دائما أنه الديربي يكون الأهلي والاتحاد وما في أي مباراة تساوي هذه المباراة في مدينة جدة ولكن الآن هذا الموسم ما في أي ديربي في مدينة جدة وراح يكون الديربي بين الأهلي وجدة هذا الموسم الجولة السابعة راح يلعب النادي الاهلي مع نادي تعودنا دائما انه ندل النادي الاهلي اللي امانه والمباراة اللي سارت بينهم في 2016 اعتقد مستحيل اي احد ينساها لانه بعد هذيك الخسارة النادي الاهلي نقدر نقول انه حقق الدوري بفضل الله عز وجل طبعا ثم بقية اللاعبين والاسماء الموجودة في هذا الوقت نتكلم عن نادي نجران اللي راح يلعب امام النادي الاهلي بين ارضه وجمهوره الجولة الثامنة راح تكون الكلاسيكو هذه المرة والكلاسيكو هذه المرة مو امام النصر ولا الهلال ولا الشباب هذه المرة راح يكون امام نادي الرياض خارج ارضك وبعدها ايضا راح تسمر في مدينة الرياض لانك راح تلعب الجولة اللي بعدها الجولة التاسعة امام نادي الفيصلي في سدير وزي ما انتو عارفين سدير قريبة من الرياض بعد الفيصلي راح تلعب امام الجبلين اللي اعتبر من اخطر فرق دوري الدرجة الاولى للامانه بين ارضك وجمهورك المباراة اللي بعدها راح تسافر للباحة وتلعب قدام نادي العين خارج أرضك وجمهورك في الجولة الحادي عشر في الجولة الثانية عشر والثالثة عشر كلها رح تلعب بين أرضك وجمهورك أمام نادي الساحل ونادي هجر الجولة الرابعة عشر رح تكون أمام العربي صاعد حديثا خارج أرضك الجولة الخامسة عشر رح تكون أمام الشعلة بين أرضك وجمهورك الجولة السادسة عشر أمام ند يعتبر جدا قوي للنادي الأهلي للأمانة وكان خلونا نكون صريحين مع بعض دائما عقدة للنادي الأهلي في دوري المحترفين أتكلم عن نادي القادسية اللي رح تلعب معه خارج أرضك وجمهورك وختاما رح تكون آخر مباراة لك في الدور الأول في الجولة السابعة عشر أمام نادي الحزم بين أرضك وجمهورك هذه هي مباريات الأهلي بشكل كامل في الدور الأول من دور يلو مبدئيا الدور الثاني رح تكون نفس المباريات ولكن بعكس الأرض رفتوا كيف يعني بدل ما تلعب قدام الحزم في الجولة الأخيرة بين أرضك وجمهورك رح تلعب أمام الحزم خارج أرضك وجمهورك والجولة اللي قبلها في الدور الأول أنت بتلعب أمام القادسية خارج أرضك لا في الدور الثاني رح تلعب بين أرضك وجمهورك ومبدئيا إذا فزت في أغلب المباريات فتتويجك في الدوري رح يكون أمام نادي القادسية في الجولة قبل الأخيرة وللأمان هذه فرصة لجمهور النادي أهلي أنه يستبتع لأن القادسية يا ماويام عقد النادي أهلي فحلو أنك تتوج من أمامه وعلى العموم خلونا الآن نتكلم بمنطقية حول دور يلو وللتنويه المباراة اللي عرضت لكم إياها قبل شوي كانت هي أول مباريات النادي الأهلي الودية هذا الموسم أمام أحد الأندية القطرية واليوم الأهلي أيضا عنده مباراة ودية أخرى أمام نادي السالمية الكويتي فأنا قررت أن أعرض لكم بعض رقطات النادي الأهلي في المباريات الودية في المقاطع القادم وعلى العموم خلونا نتكلم بشكل عام عن الدوري ودور يلو في الفترة القادمة للأمانة جدول النادي الأهلي في دور يلو أنا أعتبره جدول جدا كويس النادي الأهلي ما رح يعاني يعني نشوف أنه المباريات الصعبة خلونا نكون صريحين مع بعض فيه مباريات صعبة في دور يلو نتكلم عن مباراة الفيصلي رح تكون مباراة جدا صعبة نتكلم عن مباراة الجبلين أيضا ما رح تكون مباراة سهلة أبدا نتكلم عن مباراة القادسية والحزم للأمانة أغلب الجولات الأولى جدول النادي الأهلي يعتبر سهل وتحضيرات النادي الأهلي المبدئية تعطي أنه النادي الأهلي بإذن الله قادر يتخطى هذه المباراة يعني الجولة الأولى القيصومة أعتقد أنه بسيط على النادي الأهلي تتكلم أنه القيصومة تو وصاعد الأهلي فريق كبير مهما سار حتى لو هبط حتى لو الموسم الماضي ما قدم مستوى كبير شخصية داخل أرضية الميدان تكفيه وبإذن الله التحضيرات الحالية تكفيه للموسم القادم اللي بعدها الخدود ما أعتقد أنه صعب والخلود أيضا العروبة أحد جدا نجران الرياض الفيصل من هنا تبدأ تقريبا في الجولة التاسعة الصعوبات طبعا ما نختلف أنه ممكن في أي واحدة من هذه المباراة يتعثر الفريق في حال اللعيبة ما أعطوا داخل أرضية الميدان ولكن أنا أقول لكم إذا اللعيبة دخل أرضية الميدان بكل ثقة وبدون شوفة نفس بإذن الله النادي الأهلي قادر يتعدى هذه المباراة بعدها الجبلين اعتبرها مواجهة صعبة نوعا ما لها اللي يقدر يتعدها العين يعاني كثير الساحل وهجر أعتقد أنه ما هي صعبة على النادي الأهلي العربي ممكن تكون مواجهة صعبة نوعا ما بعدها الشعلة بسيطة والقادسية والحزم هم اللي الأمانة أيضا رح يشكلون خطر على النادي الأهلي لكن لو أنت لو تضمن من البداية أنا أقول لكم بالراحة بإذن الواحد رحد النادي الأهلي هو بطل للدوريال أما عن الفترة القادمة فالنادي الأهلي برضو لازم ما يستحين أبدا في التحضيرات صحيح هو ووقع مع ثلاثة أجانب وغلبهم للأمانة مناسبين لدوريال ولكن لازم يضيف لهم أجنبيين أفضل منهم أنا أشوف مركز قلب الدفاع بالذات هو مركز جدا حساس إدارة النادي الأهلي تفاوض في عدة لعبين لازم اللاعب اللي يجي في هذا المركز يكون لاعب سوبر في الفعل لأنه أنت بالفعل تحتاج قلب دفاع يصحح لك كل الأغلاط الموجودة عندك إذا النادي الأهلي نجح في جلب قلب دفاع ممتاز وصانع لعب كويس وإضافة إلى ذلك اسم واسمين محليين للدكة ودخلوا مبارياتهم داخل رضية الميدان بدون أي شوفة نفس ويكون عندهم ثقة عارية أنا أقول لكم بإذن الله أنه الأهلي بطل لدوريال وعلى العموم حالة الآن وقتكم أنتم متابعين العزاء تعطوني توقعاتكم لمسيرة الأهلي في دوريال ورأيكم في الجدول وإذا كنت حابب تقدر جهدي وتعب في هذا المقطع لا تنسى تشترك في القناة ونمسهل لك العملية زي ما أنت شايف الآن على إسار الشاشة طالع لك شعار القناة اضغط عليه وشير وخلينا نوصل أكبر عدد من المشاركين اليوم وعلى يمين الشاشة في مقطعين جدا مميزين اختار أي واحد منهم ووعدت بذلان يعجبكم لا تنسى تشوف مقطع لاعب النادرح الجديد الأرجنتيني ووعدك أنكم راح تسمتع بإذن الله لا تنسوا تذكرون الله عز وجل ومع السلامة